طلبة وطلبات للصف السنة الابتدائي اهلا بكم احنا طبعا خلصنا الامتحانات كل سنة طيبة هنبتدي بقى مع بعض ناخد القسيات اللي هكمل معنا السنة الجاية والترمي الجاي علشان كلنا نبقى شطرين يلا بينا اول سؤال اكمل الشهر التالي لشهر مارس يلا اللي بعد مارس مين? احنا قلنا يناير فبراير مارس ابريل يبقى اللي بعد مارس هو ابريل طيب الشهر التالي لشهر ديسمبر اللي بعد ديسمبر ايه حد يقول لي لا يا ميز دا ديسمبر دا اخر شهر طيب ما احنا هو في ديسمبر لما السنة اللي جاية بقى اول شهر هيكون ايه هيكون يناير اللي بعد ديسمبر بنبتدي من الاول تاني يناير طيب الشهر التالي لشهر ابريل اللي بعد ابريل ايه ميو انا من النوعハدد ها انا من النوع هل ان اما انا شد عندنا يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس يبقى مين اللي قبل أغسطس؟ يوليو طيب الشهر السابق لشهر يوليو تعالوا نعد من الأول يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو يبقى اللي قبل يوليو مين؟ هو يونيو برافو بعد كده بقى نركز او يعيزني وصل اول واحدة اربعة مئات وثلاثة عشرات طب الاربعة مئات وثلاثة عشرات مين اللي عندها اربعة في المئات وثلاثة في العشرات طالما ما جابش سرط الاحج يبقى الاحد بسفر يبقى انه رقم تاني واحد اللي هو ربعمية وثلاثين اللي بعدها ستة مئات اتنين عشرات تلاتة احد يبقى ايه يبقى ستة مئة تلاتة وعشرين اللي بعدها اتنين مئات وخمس عشرات وسبعة احد مين اللي عندها اتنين في المئات وخمسة في العشرات وسبعة في الاحاد هو اخر واحدة اللي هي متين سبعة وخمسين اللي بعدها تسعة مئات وتمانية عشرات وستة احد ها انه واحدة طبعا تسعمية ستة وتمانين اخر واحدة ستة مئات واثنين احايد معنا كده ان العشرة بكام العشرة بسفر يبقى الاجابة ان هي واحدة اول واحدة اللي هي سبعمية واثنين السؤال اللي بعده اكتب بالسيغة الرمزية ونركش كويس جدا اول واحدة اربعمائة وثلاثة وستين يبقى في المئات كام في المئات اربعة عشان هو ايه الاربعمائة وبعد كده نكتب جنبها تلاتة وستين اللي بعدها تسعمية وخمسة خلاص عرفنا ان في المئات عندي تسعة عشان قلت تسعمية طيب خمسة خمسة دي اكتبها فين في الاحات ولا في العشرات رأ طبعا يا ميس خمسة دي اكتبها في الاحات اللي بعدها ثلاثمائة وستون يلا هنكتب في المئات كام في المئات تلاتة وجنبها كام جنبها ستين تبقى تلتمية وستين اللي بعدها مئتين واربعة وتسعون مئتين يعني في المئات عندي تنين وبعد كده جنبها كام اربعة وتسعين اللي بعدها بقى مئة وإحدى عشر يبقى في المئات عندي واحد عشان هو قل مية واحدة وبعد كده جنبها احدى عشر يعني احداشر يبقى مية واحداشر اللي بعدها اكتب بالصيغة الممتدة نركز كويس قوي علشان دي منتلغبط فيها اللي منتلغبط فيه بننسى نحط الصفار لما يقول لي اكتب بالصيغة الممتدة وما لقيتش ولا كلمة ولا احد ولا عشرات ولا مئات لازم كل رقم هينزل بصفاره تبتعون نشوف اول واحدة تلتمية خمسة وعشرين في الاحاد عندي خمسة في العشرات اتنين تنزل ايه تنزل عشرين والتلاتة مئات تبقى تلتمية اللي بعدها ربعمية ستة وتلاتين ها كم في الاحاد ستة هتنزل زي ما هي والتلاتة بتاعت العشرات تنزل كام تنزل تلاتين طب والاربعة بتاعت المئات طبعا ربعمية ميس هنا بقى العكس هو عامل هالي بالصيغة الممتدة وعايزني انا اجمع هالو هنا هعمل ايه هنا هشيل الاصفار يعني اول رقم يبقى كام هيبقى ربعمية ستة وخمسين طيب وتاني رقم تاني رقم السبع في الاحاد والعشرات سفر والمئات تسعة يبقى كام يبقى تسعمية وسبعة اخر سؤال معينا ضع علامة اكبر او اصغر او يساوي احنا هنا لما بنبص اول حاجة منتأكد ان هنا تلات ارقام وهنا تلات ارقام او هنا رقمين وهنا رقمين هنا عندي تلات ارقام خلص اتأكد ان هنا تلات ارقام وهنا تلات ارقام ابص على مين ابص على المئات اول واحدة المئات بتاعت اول رقم اتنين والتاني تلاتة يبقى مين الاكبر طبعا التلاتة اللي بعده عندي ستة مية وعشرة وعندي خمسمية سبعة وتسعين انا ببص على مين على المئات هنا عندي ستة والنحية التانية عندي خمسة يبقى طبعا الستة هي اللي اكبر يلا اللي بعدها تمنمية خمسة وسبعين و 874 بصيت على المئات لقيتها 8 و 8 متساوي طب يلا بينا نبص على العشرات هنا عندي 7 وهنا عندي 7 برضو متساوي نروح رحين على اللي بعدها اللي هي مين اللي أحد أول واحد عندي 5 والتاني عنده 4 يبقى الخمسة أكبر يبقى 875 هو الكبير الرقم اللي بعده عندي 245 و 324 بصيت على المئات لقيت أول واحدة فيها 2 والتانية فيها 3 خلاص على طول عرفت أن التلاتة أكبر يبقى بق السمكة يروح ناحيتها